السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في Software Project Management اليوم راح نعمل الفيديو الثاني للشابتر الرابع الفيديو الثاني للشابتر الرابع اليوم ندخل على الشابتر الرابع share my screen أوكي هاي الشابتر الرابع في هذا الشابتر عشان نكمل هذا الشابتر هون نبدأ نحكي عن البروجيكت plan البروجيكت plan سيما بروجيكت plan الي هي الخطة الي بنمشي عليها بكل محتوياته على ورق على ورق وهون لما نحكي على ورق طبعا حجم المشروع هو الي بحدد حجم الورق اذا كان مشروع كبير طبعا راح نذكر التفاصيل كبيرة بالمشروع فالأوراق راح يكون عددها كبير جدا مشروع صغير جد صغير صغير ممكن نحتاج لبعض الأوراق بس المهم الفكرة في مش عدد الأوراق أكثر ما إنه الفكرة بإني لازم أكتب كل البيانات اللي بتتعلق في المشروع في هاي اللي بروجيكت plan اللي هي الخطة اللي بدي أمشي عليها وهون أول سلايد بتحكيلنا عن شو هو أصلا البروجيكت plan أو شو لازم اللي بروجيكت plan يكون فيها كبروجيكت plan طبعا البروجيكت plan هون مكتوبة minimum of the following information يعني على أقل شيء لازم يكون هدول المعلومات يكون موجودة في البروجيكت plan أول شيء طبعا خلينا نحكي لو فكرنا في البروجيكت plan عبارة عن مشروع تخرج الطلاب من الجامعة هاي الفكرة الفكرة أن تكون مشروع تخرجك من الجامعة شبيه في البروجيكت plan يعني كيف يعني أولا لازم تكون في اسم للمشروع اسم للمشروع أو زي ما حكينا عنه اسم جديد أو اسم للمشروع بشكل عام اللي بمثل عن اللي بيدل على المشروع أو بمثل المشروع لو فكرنا فيها مثلا الكوفر بيج اللي هي أول غلاف اسم المشروع ويمكن ساعات ممكن يكون بس اسم المشروع من غير من اللي عمل المشروع بس من أول ما تفتح الغلاف دائما أنا بحكي للطلاب الأفضل الأفضل اللي يعملوا table of contents اللي هي الفارس الفارس اللي بيدل على أنه إذا أنت بدك تشوف هاي النقطة موجودة في هاي الصفحة فالفارس لو كان بالذات لو كان البروجيكت plan كبيرة جدا الفارس كتير كتير بيساعد القارع على تتبع الخطة اللي انت رح تمشي عليه فلازم يكون الاسم وبعدين لازم يكون قلينا نحكي the description of the project a brief description يعني بشكل بإجاز شو هو المشروع شو بدك تعمل في المشروع المشروع مثلا زي ما حكينا بالأمثلة السابقة برمجة أو إنتاج نظام تسجيل الطلاب في الجامعة فbrief description عن هذا المشروع ضروري جدا في البروجيكت plan ضروري تفضيل عن description انك تحكي شو هو المشروع ضروري جدا طبعا يكون موجود في البلان ولا يعني كانت تحكي لواحد روح شمال روح يمين روح فوق روح تحت لف تعال كده وهو مش عارف وين راح يوم ولا عارف شو راح يوم فbrief description of the project must be لازم تكون موجودة في البروجيكت plan sponsor's name يعني مين اللي بدي مولي المشروع مين اللي بدي مولي المشروع أنا بحكي هون أحد الأوراق اللي ضروري تكون موجودة من جنة البلان إذا بتذكروا ورقة أو document اسمها project charter project charter حكينا عنها في الفيديوهات اللي فاتت هاي ضرورية تكون موجودة من ضمن البروجيكت plan لأنها بتحدد شو هو المشروع تحكي مين هم اللي شغالين بالمشروع تحكي مين الـ sponsor تحكي إذا كلفت المشروع فضروري تكون موجودة بالمشروع كplan the names of the project manager اللاحظوا في التشارتر برضو موجود project manager deliverables of the project شو انت بدك تسلم من خلال هذا المشروع اللي زي ما حكينا عبارة عن مراحل عبارة عن فايزل شو اللي بدك تسلم في هذا المشروع لازم تكون مكتوب جوه البلان انت مثلا حكينا بعد شهر بدك تسلم كده لازم تكون موجودة بهاي البلان هاي deliverables شو اللي بدك تسلم بالنهاية شو اللي رح تسلمه فهاي كلها لازم موجودة في الخطة في اي حال من الاحوال هاي الخطة مش بس للناس تعرف شو انت كيف رح تمشي برضو انت ك project manager أو ك team شغال في هذا المشروع هاي تعتبر من خطة اللي انت رح تمشي عليها الامور اللي انت رح تعملها دائما ترجع لها لو بحتاج تتذكر شيء معين أو تتذكر تفاصيل معين A list of important reference material لو انت عندك استخدمت شيء برا المشروع عندك بدك تعمل reference لشيء معين مثلا في احد المشاريع تقول لك انا بدك تعمل reference لطريقة بناء هذا الشيء بناء على نظام قديم موجود في كذا فهذا ال reference بودي اللي قارئ بروح على النظام القديم اللي موجود بتطلع عليه فهذا ال reference يعني باي حال من ال reference اللي هو المراجع اللي انا بستخدمها في شغلي أو خطتي في الخطة اللي رح يمشي عليه A list of definitions and acronyms هاي الصفحة By the way ال references وال acronyms آخر نقطتين هدول بكونوا موجودين في آخر البلان في حالة انو كان عدد صفحاتهم كثيرة لو عدد صفحاتهم كثيرة بكونوا بآخر اثنان وبرضو بكون في شيء اسمه acronyms آخر اشي بس لو كانت صفحة ال acronyms كانت صفحة واحدة ما في مانع إذا كانت من أول صفحات ال project plan بس شو هي هاي ال acronyms ال acronyms اللي هي المختصرات يعني مثلا نحكي مثلا ISO ISO اللي هو تبع ال ISO ISO اللي هي ISO مختصرها هي اختصار اللي هي International Standard Organization أو بالأحرى International Organization for Standardization هي اختصارها ISO اللي هي ISO اللي احنا كلنا بنعرفها أو اسمعنا فيها لازم اكتب ISO اللي هي International 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 Organization for Standardization اللي هي المعايير العامة اللي بنشعله فأي شيء مختصر بدي كون موجود عندي ككتابة في ال project plan لازم أكون معرفة شو هذا اللي أنا مستخدمه PMP Project Management Professional اللي هو تبع ال Certifications لازم أكون معرفها بالنهاية انه PMP هم بعني فيها كذا كذا ال ISO بعني في هذه فالفهرس عفوا ال reference وال acronyms لو عادت صفحاتهم بثيرة أكثر من واحدة خلينا نحكي أكثر من واحدة بحطهم بنهاية ال project الثاني برضو في ال project plan لازم يكون عندي charts charts اللي هي الرسوم البيانية أو ال images الرسومات اللي عندي لازم يكون عندي إياها لازم يكون مصحوبة لازم يكون يعني منزلها في البتان لأنه برضو الناس بتحب تشوف charts managers companies بحب تشوف charts لأنه أوضح أوضح بالنسبة للقارئ فهون لما نحكي عن organizational charts بالتحديد هاي هاي هي عبارة عن الهيكلية أو الهيكلية ال organization اللي بدا تتموّلنا الممول أو ال customer الهيكلية شو هي مثلاً هي المدير التنفيذي المدراء من تحت المدراء ال department هاي ليش مهمة لها تكون موجودة هاي برضو مهمة تكون موجودة بالنسبة إلي لأنه أنا لما بدي أتطرق لموضوع معايا وانا بطبق في البلان بدي أعرف وين أروح وين مرجعيتي بالنسبة لل الهيكلية المنظمة أو الهيكلية الشركة اللي بتشتغل معاها وهاي بتساعدني بإني أعرف مين المتخدين للقرارات هون بالنسبة للهيكلية هاي فهاي لازم تكون موجودة برضو في البلان project responsibilities لازم أحدد ممكن هاي يكون كجدول مسؤوليات مسؤوليات ومين والناس المسؤولين على هاي المسؤوليات يعني مثلا project manager مسؤول عن نقاط خلا نحكي software programmer one مسؤول على هاي النقاط فلازم يكون في project responsibilities إنه كل واحد رايح يشتغل في المشروع شو هي ال responsibility اللي اللي لازم يعمل أو شو هي مسؤولياته بالنسبة اللي بتاخله في المشروع other organizations or process related information آخر نقطة هاي بشكل عام أي معلومات بتخص المنظمة بخص الفريق برضو تكون موجودة برضو من ضمن البلان برضو من ضمن البلان في شيء اسمه management objective إحنا ساحات بنحكي للطلاب بشكل عام هيك بكتبوها في السوق إنك إنت تكتب المشروع اللي انت بدك تعمله اللي هو مين حكالك عنه ال customer ال customer حكالك بدي مشروع كده 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 فأنت بتكتبه وبتوريه بتظهر له إياه إنك إنت كتبته هيك فهمت على هاي المشروع فأنت لما توري ال customer كيف شايف إنت المشروع من منطلقك إنت ك project manager أو كشخص بيعمل المشروع مهم جداً علشان المانجمنت يعرفوا إنك إنت فاهم عليهم إنت فاهم عليهم It's important to understand top management's view of the project هما بيحكولك إنت بتكتبوا بطريقتك أي نعم بس كتابتك لإله بيعرفهم إنك إنت فاهم على اللي هما بدهم إياه وبناء عليه هذا هو اللي انت رح تعمل Okay Project controls Project controls هون تعني الشغلات اللي إنت لازم تتحكم فيها وإذا صار في أي تعديل أي تغيير تقدر تتماشى مع هذا التغيير أو التعديل وهناك عادة عادة بيكون بيكون سواء أسبوعياً بس عادة ليجي بيشي أسبوعياً هي يا شهرياً يا ربع سنوياً يعني يا كل شهر يا تقريباً شهر بعض شهرين وشوي شهرين ونصف فيه status reviews فيه دائماً نرجع شو اللي نفذناه شو اللي عملناه شو اللي ما عملناه إحنا ماشيين صح مش ماشيين صح ففيه دائماً تقييم لما صارنا سواء شهرياً أو كذا شهر تقييم لما صارنا بحيث إنه هل إحنا ماشيين باتجاه الصح فيه أي تعديل محتاجين نعدل عليه فيه أي تغيير محتاجين من غيره فهون project controls بتحكي عن هاي أي تعديل أي تغيير لازم أتكون أناقشها لازم أناقشها وأكتبها في الخطة أو ممكن تكون أكتبها إذا صار شيء جديد ينكتب وينضاف برضو طول ما أنت ماشي في الproject risk management risk management هون نحكي عن الشغلات اللي ممكن تضر المشروع فمثلاً قليل نحكي مثلاً وأنا شغال عندي أربع محتاجين اثنين منهم طار طلعوا هاي يعتبر risk بالنسبة إلي للمشروع فلازم هذا لازم يكون عندي identify risk وأعرف كيف أعالج هذا الرسك وأقدر المستطاع أعمل control على هذا الرسك أتحكم بهذا الرسك إنه ما يصير okay project staffing برضو من ضمن المعلومات لازم تكون موجودة بالخطة أسماء كل الأشخاص اللي راح تعملوا بالمشروع مع أرقامهم مع إيميلاتهم مع كيف أتوصل معهم project staffing أي شو الفريق اللي أنا بدي إياه تونتوا هدول هما أسماءهم أرقام تلفناتهم إيميلاتهم كل المعلومات اللي اللي لازم تكون موجودة عندي عشان المشروع لازم أخليها جزء من project plan okay technical processes هون بنحكي عن describe specific methodologies a project might use and explain how to document information كيف أي model أو أي method أي طريقة بدينا نعمل هذا المشروع فيه وإذا فيه برضو خلينا نحكي كيف بدي أعمل documentation للمعلومات اللي بتوصلني للمعلومات اللي موجودة عندي كيف بدي أعملها documentation يعني مثلا بيجي بيحكولك مثلا بنحكي إنه كل كل المعلومات بتمتدأولها عن طريق الإيميل كيف بدي أحفظ هاي المعلومات ممكن أحفظ هاي المعلومات لو كانت مرفقة في external wherever it is أي كانت طريقة تحفظ هاي المعلومات لازم أكون عامل documentation عشان أقدر أعرف وين أرجع لها المعلومات أوكي زي ما حكينا هاي خطة عمل متكاملة على مصار هذا المشروع آخر سلايد للفيديو اليوم ثم الثلاثة آخر الثلاثة الثلاثة اللحسي الثلاثة بريدك آخر المشروع الثلاثة الداءة بهذا التوقيت وتكون موجودة في الwork breakdown structure اللي هو ممكن يكون time line الفترة الزمنية حمشة في هذا المشروع مش احنا حكينا فيه اشي اسمه can chart بيشوفها برضو بعدين can chart اللي هي المراحل والactivities اللي بعملها فيه المراحل فلازم انا اكتب شو اللي انا رح سلمه بناء على التوقيت اللي انا حدرتها بهذا المشروع فلازم اكتبها بالplan اني بعد كده كده بجي تستلم اول جزء من المشروع بعدين الفيزة الثانية بجي تستلموها في تاريخ كده مثلا والنقطة الثانية key deliverables هون بنحكي عن الشغلات الرئيسية انه فيه product معينة لازم مسلمها ممكن زي ما حكينا في نظام التسجيل في الله في الجامعة لو انا اول deliverables بدي اسلمه فقط آلية تسجيل الطلاب اختيار الطلاب للمواد وتسجيله هذا package انا لازم اعمله مثلا فترة زمنية معينة فالkey deliverable هذا هو package الkey deliverable هذا بعد هيك بطيب انا اضيف الفيزة الثانية ممكن عملية الدفع بدا تتم من خلال كده بآلية كده ممكن الفيزة الثالثة بدي ادخل معلومات الدكاترة وكل الامور هاي بالنظام طبعا انا بحكي عن لسه ما طلعنا النظام خلينا كل الطلاب يشتغلوا عليه سأنا بحكي عن آلية شغلي في المشروع شو اللي بده تطبق بمراحل معينة الkey deliverables اللي هي الشغلات الرئيسية الأساسية اللي انا رح اسلمها في فترة زمنية معينة other work related information هاي النقطة نوعية اللي هي بشكل عام اي شيء يضاف بهذا الصياف بالwork breakdown structure أو بالkey deliverables دون كتب برضو في المشروع إذا فيه شغلات أخرى مثلا بين كتب في المشروع هون بدي أتوقف في الفيديو الثاني بالنسبة للشابتر 4 وإن شاء الله في إلا آخر فيديو قريبا إن شاء الله الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله